السلام عليكم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيفوز القجع دار واحد لقاء صحفي مع قناة عربية هدار فيها على مجموعة من النقاط كتخص الرياضة بالمغرب والمنتخب المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتظاهرات للمغرب مقبلة على تنظيمها بحل كاس إفريقيا كاس العالم وأيضا هدار على المنتخب المغربي وبعض الأسماء لخلقات البلبلة في الأيام الماضية بحل مثلا القضية ديال إبراهيم دياز والتدخل ديال الصحافة الإسبانية والكلام اللي انشراته وعرج على مجموعة من النقاط حول هذا الموضوع سنجدكم تسمعوا لكلام اللي قالوا في هذه النقطة تحديدا ونكمل معكم الهدراء من بعد أولا على عكس ما تتدولوا بعد الصحافة إسبانيا والعلمية من أخبار أقل ما يمكن أن نصفها بأنها رديئة على أن المغرب يحاول ويفعال إلى غير ذلك أنا أتحدى أي لعب مغربي أن المغرب ما رس عليه ضغوطات أو ما رس عليه مساوامات بشكل أو بآخر أنا أعكس الآية وقلتها سابقا أن اللاعب هو الذي يتشرف بحمل القميص الوطني المغربي أولا رياضيا الفرق الوطني المغربي لعبه من نصف النهاية إسبانيا غدرت وعلى يدي الفرق الوطني المغربي من دور الثمانية ثانيا هذا الفرق الوطني المغربي اليوم له مشروع يشتغل في دوروف أعتقد أنها لم تكن أحسن من دوروف المنتخبات الأوروبية على الأقل هي في نفس المستوى وأنا شخصيا زرت المقرارات للإسبانيا والبرتغال والدول عديدة جدا وأعرف دوروف اشتغال الفرق الوطني وثالثا الفرق الوطني اليوم اللاعبين الذين يلعبون في الفرق الوطني يعني لا يقلون أهمية عن أي لاعب آخر فحاكمي يلعب في باريسان جرمان مزراوي تلعب في بايرمينيك حاريت والأخر في مارسيليا إلى غير ذلك من الأسماء بالتالي نحن نلمض من خطبتنا واضح المغاربة أنا من أعيد لك السؤال وأطرحه على تلك الصحافة التي تتناول أخبار رديها وش في تاريخ المنتخب الإسباني كان هناك لاعب اسمه إبراهيم؟ أنا أعرف من خطب إسبانيا منذ نشأته كانش لاعب اسمه إبراهيم؟ أنا عملة لا مازل جيد هذا لاعب هذا مغربي مغربي كيلعب في أوروبا عنده الجنسية المغربية والجنسية أنا أؤكد لك بأنه عندنا لاعبين اللي عندهم ثلاثة أو أربع جنسيات يا ريشاردسون اللي كيلعب الآن في فرق الوطني أبوه أمريكا عنده الجنسية أمريكية والأم الغربية وهو عاش في فرنسا وازدادها هناك عنده أربع جنسيات حتى نقول للعبين للمغاربة والذين هم مغاربة أينما وجدوا الباب للفرق الوطني فيها عامل واحد يتحكم هو أن تكون أولا مقتنعا بالدفاع الألوار الوطنية 120% ماشي 100% 120% وتانيا أن يكون لك المستوى الذي يجعل المدرب اللي اسميته وليد رقرقي أنه يختارك ضمن القائمة ما عدا هادين المعيارين لا مكان لا لفلان ولا لفرطلان فأنتم سمعته على إذنكم هذا الكلام كله اللي قالوا السفوز القجاع حنا كم غاربة عارفينه وعارفين طريقة تفكير ديال اسبان وكيفاش كيتعاملوا سواء مع الأسامي العربية أو مع الجنسيات التي أصلها إفريقي فما بالك إذا كان أصلها شمال إفريقي بحل المغرب وهذا الشيء فينا يعني في حالات وقعت مثلا الحداد هو مثال مثال مازال حي يعني شاهدوا ماذا داروا عليه وماذا قالوا عليه قبل أن يلعب أول ماطشه مع المنتخب الإسباني وشاهدوا المعاملة لهم بعدما لعب ديك خمسة دقائق مع المنتخب الإسباني ضمنه عندهم ونبعسها فيما فبالنسبة ل لعب إبراهيم دياز أمين يمال أو أمين جمال فبالنسبة للمغرب أمين جمال أمين جمال أمين جمال لأن صفاتي لعب برشلونا لأنه أصول إفريقية فما ماهتميته شبيدك الاهتمام كو كان كو كانت أصوله أوروبية هذا هما هكذا كيف كيف فكروا الاسباني ما تقدرش تحيط لهم هذه العقلية من العقلية عندما هما الاسباني اسباني والإفريقي رأى إفريقي وقع يعني اللاعبين الاسبان دول أصول إفريقية حاسن بدل مسألة هذه وإن كان بدرجة أقل مع الأندية ديالهم يعني لأعتبارات عدة ولكن من كي تكون الأمور عندها علاقة بالمنتخب الاسباني فخصك تكون اسباني فخصك تكون اسباني دبكين اللاعبين من أصول إفريقية مع المنتخب الاسباني الأول ولكن نرى طريقة التعامل ديالهم معهم مقارنة مع الاسبان الأصلية نرى كين واحد الفرق كين واحد الفرق وحنا كمتابعين نرى كين نراه كين نلاحظه بالنسبة النقطة التي كنت أريد أن أضع فيها قبل من هذه الصفة وزر القجاع كنت أريد أن أضع بشكل أساسي على طريقة التعامل التي نحن كمغاربة مع الصحافة الإسبانية هذه المسؤالة كانت تعصبني بزاف وخصوصا في الضجة التي وقعت على أمين يمال أو أمين جمال يعني نحن في هذا الملف هذا ساخن لم نكن نعطي المعلومة كنا نستقبل المعلومة من عندهم لم نكن نبحث ونحاول أن نأخذ المعلومة الصحيحة وننشرها كم قل نعينه غير الماركة تكتب نعينه غير ديبورتيفو تكتب نعينه غير إسبانيول تكتب هذه تكتب ونحن نترجم ونشتر تخط من عندها وتأخذ من عندها تكون وكشبها 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 وشوفوا 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 ونعرفوش حنا هيا كل الفلوس اللي كان خسروها في الميكروفونات ديال ميكرو طرور ديال الشوارع ديال لما كان شي تخرب يقع تلقى ميكرو 20 ميكروفون هذا شيء يكون عندنا شي جريدة محترمة عندها مرسلين في إسبانيا مرسلين رياضيا في إسبانيا تأخذ الميكروفون ديالهم وكيمشي وكيسولو وكيقلبو وكيبحتو وكيجيبو المعلومة لا تلقى غير تكتبو ماركا قالت صافي ودر لي الجيمات ودر لي التفاعل ودر لي صحفة ديالتنا مشلولة وكيجيبو تكون فريسة لهذه الأخبار الصحف الفرنسية نشرات خبار ليس نحن كمشون تأكدون منه ونعرفو ما حقيقي ولا لا هذا كان بارتاجيو بارتاجيو من الصحيفة من الصحيفة وشنقلت وشنقلت ونجعل المغاربة يحماق صحفة الإسبانية كذلك لدينا شخص كبير لم أرى هذا المسألة تم المناقشة لدينا لأن تقول مثلا صحيفة إسبانيول في إسبانيا لديه شيء من نرى في نفسه صحيفة إسبانيول وشنقلت وكتب وكتب وصفت المغاربة يقرأ وما يرى أن لا يسوق لأ إسبانيا لم يسمعون أي خبر من إسبانيول هل تؤكدون في ثلاثة الصحف أو أربعة أو أربعة يقولون رواق الله لديها صحيحة ينقلوها ويعتمدوها نحن لدينا من إسبانيا من إسبانيا ونطيقوها وكتب لكم هذه المسألة لحظة بكتافة في الملف لامينيامان وكتب وكتب في القضية إبراهيم رسالة رسالة عاجلة للصحفة المغربية أو الرياضية فقوا معنا قليلا فقوا وراء الوقت تبدل تخسروا الفلوس غير في الخوة الخاوي وكتأخذوا الدعم تصرفوهم غير في الخوة الخاوي لكتأخذوا إسم والصحف الأوروبا أو صحف الدول المجاورة لكم هي تأخذ لكم الخبر وكتأخذوا لا تكونوا غير ناقل وكتأخذوا 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 مصدر الخبر مثلا إبراهيم وكتأخذوا صحافة بالصح وكتأخذتوا المعلومات من عنده وكتأخذوا لتأخذوا معلومات أو من ريال مدريد معلومات وكتأخذوا مراسلين في برشلونة ومدريد فهذا إشكال كبير كان عاني منه خصوصا في هذه المسألة المحترفين المغاربة في أوروبا وهذه ما زال ما يعني ما لم يتم استدعاؤهم بشكل رسمي أو ما زال ما أعطوش الموافقة لهم تجعلنا فريسة سهلة للصحف في أوروبا هذا عندما لديكم ألف حواج مكينين شرب للصحف المغربية تألف خبر وكتنشر وكتنقل من بعض أول مكينين وكتنشر حاجة فهذا ما يصاب ما ستحاول أن تفكر وتغير هذا الأسلوب لكم أو لا ستبقوا بالشكل هذا أما نحن المغربة هذا وجدنا عليكم وما عندنا ما نفعل بالنهاية كتعقيب أخير كلام السفا وزرق جاء أنا كنشوف كلام معقول ستحاول ونحن 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 صحيفة المركة الإسبانية وميساج آخر للمغاربة لا تقوم بأي حاجة كاتقال في الصحف الإسبانية أو صحف أوروبا تتأكد من المعلومة ونحن ونحن أقول لكم أنت وقع لدرجة أن الجامعة الملكية المغربية صدرات بيان صدرات بيان بهذه الطريقة سأرى 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 إسبريس نقل للمغاربة خبر حيث يتقال كما فهموا رأسكم سأرى تنقلوا غير النفاية للأخبار صدرات يالله ما عندنا منذير ودواء هذه الصحفة هذه البلد نريد أن نتعاملوا معها بأي شكل إن كان ونشوفكم على خير